من عنوان الفيديو حضرتك دلوقتي بتقول هو انت ازاي يا مصطفى تجربتك مع ادسنز اربطراج فشلت وجاي تكلمنا دلوقتي عن اربطراج وازاي تكسب من اربطراج تابع معايا الفيديو بالدقيقة وهتطلع بشوية معلومات زي الفل ان شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت نزلت فيديو ان ادسنز اربطراج خطر لدرجة كبيرة جدا ومش لازم اي حد يشتغل فيه لو مبتدت بس بعد الفيديو ده ان شاء الله ممكن تكرر ان انت تبدأ في ادسنز اربطراج لان المشاكل اللي وجهتني وقفلت لحسابي هي اللي هعرفها لك في الفيديو ده فبالتالي لو اتبعت الخطوات لحد اخر الفيديو هيكون في نسبة مخاطرة صغيرة جدا لو بدأت في ادسنز اربطراج بس هيكون لك فرصة كبيرة جدا ان انت تكسب كويس جدا اول حاجة ممكن تسألها لنفسك وهي انت ممكن تكسب اد ايه من ادسنز اربطراج ده ممكن تحط 5 دولار وال5 دولار دول يجو لك 10 دولار بس العشر دولار دي فيها مخاطرة كبيرة جدا ان حسابك في ادسنز يتفل وممكن تحط 5 دولار ويجو لك 7 دولار او 7.5 دولار يعني عائد تقريبا حوالي 150% بس المخاطرة هتكون بنسبة 10% او 15% بالكتير ان حسابك في ادسنز يتفل طيب ليه النسبة دي لان ادسنز دلوقتي ما تضمنش انا نفسي اصلا شغال شرعي 100% وحاطت ايدي على قلبي لقوم من النوم الصبح لقي حسابي في ادسنز مقفول لان فيه ناس بتكون شغالة شرعي 100% وسبحان الله ما تعرفش مين اللي بيراجع فجأة هب يروح لبك افل حساب ما تعرفش ازاي ما تعرفش ده زي كان شارب كله ولا ايه ظروفه الله واعلم يعني تبقى شغال شرعه في امان الله والدنيا معك تمام وواصق في شغلك 100% وفجأة تم اغلاق حسابك منين ما تعرفش فعلشان كده الارباح اللي ممكن تكون قليلة نوعا ما مع الخطوات اللي هتتبعها في الفيديو ده هتقلل نسبة المخاطرة انك تشتغل في ادسنز اربطراج بنسبة كبيرة جدا 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 تاني حاجة ان شاء الله هنتكلم فيها وهي اننا هنحلل الموقع بتاعي بالكامل اللي انا كنت شغال عليه اربطراج وهنشوف ايه الصح اللي انت ممكن تعمله وتزوده ويقلل المخاطرة نوعا ما بعد جدا نعرف التكلفة اللي حضرتك محتاجها علشان تقدر تبدأ بيها كل الروابط ان شاء الله اللي هتكلم عليها هتلاقيها موجودة اسفل الفيديو بالنسبة للنصايح اللي ممكن اديها لك هي هتكون في التطبيق العملي اول حاجة هسيب لك رابط اسفل الفيديو هتدخل عليه هيدخلك على مقالة ليه التدوينة بتاعتي هتلاقي فيها كل الروابط اللي هنتكلم عليها النهاردة منهم الموقع بتاعي واماكن الاعلانات اللي انا حاطتها واللي هنحللها مع بعض ان شاء الله تعالى دلوقتي ورجعت ليكم مرة تانية يا شباب هتدخل على الروابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو مباشرة هيدخلك على التدوينة بتاعتي هتلاقي مقالة مفيدة جدا حاول تقرأها بعناية وهتلاقي تحت كل الروابط اللي هتكلم عليها ومنها رابط الموقع بتاعي اللي هو انا شغال عليه اللي هندخل نحليولي دلوقتي برضو تقدر تدخل انت وتشوف الموقع وتشوف القلب بنفسك وتشوف كل الكلام ده طيب دلوقتي يا شباب ده كده الموقع بتاعي اللي هو انا كنت مصممه wordpress تمام طيب الموقع ده انت عملته ازاي مصطفى الموقع ده انا عملته اشتريت استضافة من نيم شب وي جبت theme وي theme ده رفعته على الاستضافة بتاعتي وي جبت حساب adsense بالدومين وي ركبته تمام طيب يا مصطفى احنا مش فاهمين اي حاجة من اللي انت بتقوله ده وعايزين شرح تفصيلي لكل اللي انت قلته ده تمام انا ما عنديش مشكلة ان انا عمل لكم شرح تفصيلي حتى لو هيكون مقسم على فيديوهات ازاي عملت موقع زي ده من الصفر من البداية خالص للمبتدئين تماما بس شرط اكتبولي في رابط التدوينة الاسفل الفيديو اكتبولي تعليق ان احنا محتاجين شرح مفصل وبإذن الله هبدأ اعمله في الحلقات اللي جاية يعني حضراتكم عايزين شرح مفصل تماما اكتبولي في تعليق في التدوينة الاسفل الفيديو ان انتو محتاجين شرح تفصيلي يا مصطفى اللي كان سبب في اغلاق حسابك في جوجل adsense لما اشتغلت اربط راج وده اللي هشاركه معاكم النهاردة قالولي ان انت بتشجع الزائرين على النقر مثلا يا شباب تدوينة زي التدوينة مثلا دي دي تدوينة بتتكلم عن الاحلام وانا طبعا كنت مستهدف فيها اجانب ده طبعا موقع ان عملته جديد بعد الحساب التاني اللي تقفل يعني ده حساب adsense جديد بموقع جديد ونقلت كل حاجة على الجديد حتى لو تلاحظوا اعلانات adsense شغالة وما فيش اي مشكلة خالص هنا كده يا شباب دلوقتي ده طبعا هنا كده مخلي العنوان ويعلن فوق العنوان ويعلن تحت العنوان وبعد كده الصورة وبعد كده المقالة وي مقسمها انا فوق الزر ده كده بالضبط اللي هو حضراتكم شايفينه كنت حاطط اعلان يعني الاعلان من الاخر كان يعني بالضبط تحت كلمة تويت اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا كده اي حد ممكن ان هو انا هنا كده بقول له اضغط الصفحة التالية او اضغط زر التالي لمشاهدة المزيد طبعا انا مقسم المقالة على كذا قسم ده كده القسم الاول لو جيت تدوس على اللي هو الزر ده كده هيوديك على القسم التاني ان انت تكمل المقالة لو جيت هنا كده هنا كده طبعا كان اتنين تمام انا مقسم المقالة هنا كده تضغط هنا كده يروح مديك تلاتة بعد كده اربعة خمسة كده ففي ناس انا لما كنت بروج على الفيسبوك ما كانتش فهمة اللي هو فين الزر التالي ده فبالتالي كان فيه هنا كده فوق الزر ده اعلان فهم بدل ما يدوسوا على الزر فداسوا على الإعلان فكده أنا بشجع الناس على إن هي تنقر على الإعلان وده مخالف لجوجل أدسنز بالحركة دي كنت بعمل بتقريبا يعني بدفع 100 دولار يجوله 500-600 دولار طيب أنت علشان تكسب كويس بلاش الإعلان اللي هو فوق ده أو بلاش أي إعلان بجانب الزر طيب نحط الإعلانات فين يا مصطفى يكون فوق العنوان وتحت العنوان وفي وسط التدوينة بس كده دي أول حاجة تاني حاجة نعمل إيه مصطفى علشان نتجنب أغلاق حسابنا في جوجل أدسنز تماما وإحنا شغالين على الأربط راجع تاني حاجة حبايا بقلبي وهي إنك ما تزودش عن صفحتين يعني إيه؟ يعني هنا كده طبعا أنا كنت عامل ثلاثة وبعد كده تضغط أربعة بتاع خمس أو ست أو سبعة صفحة على ما تخلص المقالة لا ده مخالف المقالة أخيرها صفحتين فقط وما تزودش عن كده وبالطريقة دي هتحافظ على حسابك في جوجل أدسنز ومش هيكون في معاك أي مشاكل تماما وإن شاء الله تحافظ على حساب جوجل أدسنز بتاعك لأطول وقت ممكن يبقى ملخص الموضوع ما تحطش أي إعلانات تكون بتشجع الزاير على إن هو ينقر غصب عنه مش بمزاجه تاني حاجة ما تزودش فيه الصفحات عن صفحتين يعني المقالة تقسمها على صفحتين تخلي نصها في الصفحة الأولى وبعد كده زرار النكست والصابق يعني اللي هو التالي والصابق وما تزودش عن صفحتين النصيحة التالتة وهي إن يكون القالب اللي أنت هتستخدمه لو هتشتغل على ورد برس يكون قالب سيمبل يعني قالب سيمبل يعني قالب بسيط لحظوا كده القالب ده ما فيهوش أي حاجة خالص غير اللي هو القسم اللي فوق ده وقسم السرش والقسم اللي هو تحت ده ما فيهش أي أقسام تانية وهي التدوينة فقط فكده أنا بقول لجوجل أدسنز إن هو الزاير هيدخل هيقرأ المقالة بدون أي مشاكل خالص وهتكون سهلة بالنسبة له ومش هيكون فيها تعقيدات تماما نيجي بعد كده بقى إحنا محتاجين إيه علشان نبدأ في أدسنز أربطراج أول حاجة حضرتك محتاجها استضافة من نيمشب أو من أي مكان تاني أو هستنجر أو أي مكان بيبيع استضافة مثلا على الأقل لمدة سنة تمام هتلاقي سعرها تقريبا أنا كنت شاريها من نيمشب بـ 26 دولار تاني حاجة حضرتك محتاجها ثيم يكون كويس ده كده قالب أو ثيم يشغل عليه لو حضرتكم محتاجينه هرفعه لكم على أي مركز رفع فيه الشروحات القادمة بس قلولي أن انتم محتاجين شرحة تفصيلي لإزاي تنشئ موقع زي ده بالظبط بدون أي مشاكل وأنا عناية لحضرتكم جميعا ثالث حاجة محتاجها قدامك بقى حاجتين بالنسبة لأدسنز يأما تشتري أدسنز بالدومين بتاعه يأما تشتري دومين جديد وتقدم به لحساب أدسنز بس على الأقل يكون عندك 10 مقالات حصرية بنسبة 100% علشان يتم قبولك أو لو حضرتك بقى مستعجل وكده تقدر تشتري حساب أدسنز بالدومين بتاعه تقريبا بيتراوح ما بين 20 ل 25 دولار في الجروبات بتاعة الفيسبوك في جروب أصلا أنا كنت بشتري منه سمه تقريبا حسابات أدسنز الجروب ده أنا كنت بشتري منه شخصيا يعني أي نعم فيه نصابين كتير في الجروب وكده بس لو جيت تشتري يحاول يكون فيه وسيط اللي هو مثلا يكون أد من الجروب أو كده علشان تضمن إن حقك مايروحش هو أد من الجروب ممكن يدخل ما بينكم وسيط ياخد منك الفلوس وياخده منه حساب أدسنز ويسلم كل واحد فيكم حاجته أو بقى لو حضرتك مش عايز تدفع فلوس ممكن بي 10 مقالات حصرية وثيم كويس انت رفع على الاستضافة بتاعتك ويه بدومين كويس تقدم لجوجل أدسنز وإن شاء الله يقبلوك في خلال من 10 ل 20 أو 25 يوم بالكتير بس يعني هما في غالب الأحيان بيردوا في أسبوع بس أنا بديكم الفرصة دي يعني علشان ممكن الرد ما يجيش على طول تمام؟ بس كده شباب أتمنى ليكم جميعا التوفيق في الحد هنا كده أكون أنا خلصت حلقة النهاردة لو عجبك الشرح ما تنساش لايك للفيديو اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد استنونا في الحلقة الجاية كان معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة